ارجعنا لكم مشاهدينا تنتابع نحن وياكم برنامجنا نور جديد مباشرة على الهواء عبر فضائية نور الشرق وعبر الموقع الالكتروني www.norsat.tv من ذاكركم مشاهدينا بأن برنامجنا يعاد عند الساعة 11 ليلا وأيضا فيكم تشوفوا كمان عبر موقعنا على اليوتيوب الخاص بفضائية نور الشرق مشاهدينا بتعرفوا أنه في ظل الأزمات والحروب وهالظروف الآسي والحالكي يلي عم يمرأ فيها الشرق الأوسط يلي عم يمرأ فيها العالم بشكل عام وأيضا الظروف الاقتصادية اللي عم نمر نحن فيها بلبنان هناك مواقع تعنى بأشأن الاقتصادي وأيضا أشأن الاجتماعي همت عالجها الأضايا من خلال تحقيقات معينة من خلال أقلام معينة لحتى نقدر على الأقل نوضع استراتيجية معينة تنحلها المشاكل الاقتصادية حتى لو كان من خلال ألمنا أو من خلال عمل اقتصادي أو اجتماعي معين نقدر من خلاله نترجم رسالة الاقتصاد وأبعاده وأهدافه كيف نقدر نوصل لحل حالة مشاكله من ضمن هالمواقع الاقتصادية اللي تعنى بشكل عام بالاقتصاد ويلي هي طبعا هالمواقع يلي تفوقت وصارت معروفة عالميا ودوليا بفضل الأقلامة اللي عم بتترجم هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية منهم موقع أرب إيكونومكي نيوز اللي اليوم بيشرفنا نستضيف رئيسة الموقع فيولات البلقة طبعا اللي هي صبق وصدفناها بفضائيتنا نور الشرق حكتنا عن الموقع عن الأهداف والحيسيات ولكن اليوم لا حتفتح البيب على مصر عاي وتخبرنا عن أبرز الملفات الاقتصادية اللي اليوم هن عم بيعل جوا صباح الخير فيولات صباح النور يعطيك ألف عافية أول شيء وشكرا لحضوريك معنا شكرا لألكم وشكرا لأهتمامكم بمواضيع فعلا بحاجة لأنه نضوي عليها بهالوقت قد ما فيها تراكم صار أزمات ومعانات سواء اجتماعية إنسانية غير مسموحة أو ما كتير مقدر نحول بالقرد الـ 21 يكون عندنا أزمات من هالنوع خلينا نبني شوي معك من لبنان اليوم نعرف الوضع الاقتصادي بلبنان منه يعني كتير جيد غير مستقر إلى حد ما ومنعرف في فقر في عمالة في بطالة الوضع الاقتصادي اليوم بلبنان كيف ترجمه موقع ألب إيكونوميك نيوز نحنا عم نتناول الوضع الاقتصادي بلبنان انتلاقا من التطورات والمؤشرات اللي بتكون بين أيدينا يعني نحنا عم نحكي عن حالة لبنان يلي هو اقتصاد ببلد مفتوح على الأزمات يلي عم بتتير حوالي بالمنطقة من الطبيعي إنه يتأثر يعني نحنا كنا توقعنا شوي إنه الاقتصاد يتحسن أو ينتعيش أكتر مما حصل من بعد انتخاب رئيس الجمهورية من بعد تعيين حكومة ولكن فعلا الوضع الاقليمي ضاغت لهالدرجة إنه ما قدرنا كتير حركنا مكونات النمو بلبنان نحنا عم نحكي عن اقتصاد كان يكفي بالكاد يكفي لأربع ملايين شخص صار هلأ تقريبا مجبور يغطي ست ملايين نسمة بسبب نزوح سوري للبنان والمؤدر الرسميا بمليون ومليون ونص سوري نازح فأكيد نحنا في عنا هون شوية تقصير من جادبنا كحكومة كمجتمع ما قدرنا نظمنا هالنزوح السوري ما قدرنا نتعملنا معه كما يجب ما قدرنا استحصلنا على مساعدات من الخارج ليقدروا نحنا نتحمل كلفة هالوجوء صار فيه عشوائية ربما أثرت على الأحوال المعيشية لللبنانيين حتى أثرت على معدلات البطالة اللي ارتفعت بسبب المنافسة غير المقصودة وغير الشرعية المشروعة يلي عم بتسببها العمالة السورية أكيد أحوالنا الاقتصادية مننا كتير بألف خير نحنا عم نتوقع نمو السنة يكون بالواحد ونص بالمية مع أنه اقتصاد لبنان قادر ووصل لتسعة بالمية لك قدش فيه فرق ولكن ننجع منقول أنه نحنا عايشين بمنطقة أزمات عسكرية أمنية واجتماعية اقتصادية أكيد رح نتأثر بالمحيط بسبب هالعوامل هيدا قبل ما أنتقل معك على غير السؤال البيئة شو عالي قطب الاقتصاد يعني أنت اليوم تطرحي موضوع اقتصاد بحث هل البيئة بتحسي أنه إيلا كمان تأثير إيجابي أو سلبي بالاقتصاد إن كان اقتصاد لبنان أو الاقتصاد الشرق الأوسط البيئة هي عامل مهم من أحد عوامل الاقتصاد لأنه نحنا كلما أحسننا معاملة البيئة كلما خففنا كلفة اقتصادية على المجتمع يعني خففنا الفاتور الاستشفائية خففنا فاتورة الدواء خففنا أو حفزنا وشجعنا السياحة لما تكون بلد ملوس السواح ما بيروحوا كثير عليه فكثير إلى رابط مباشر بالاقتصاد حتى بلد خدار يعني بلد فيه خيرات طبيعية المفروض نحافظ عليها نحنا أول شي جماليا نشكر ربنا اللي عطينا بيئة جيدة ولكن الإنسان بيخرب عطول البيئة هي أحد روافة الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بعدين هي إلى علاقة بالمجتمع كل شيء له علاقة بالمجتمع هذا يعتبر هم اقتصادي مفروض واجتماعي مفروض نحن ننتبه له بدون ما يكون عنا وهلأ نشوف أنه زمن تصحر بكل العالم نشوفها المناخ الآسي البارد اللي عم بيكون بيشتاح من أوروبا لأمريكا للبنان اللي السنة اتفاجأنا بهذا المناخ هذا كله تغييرات مناخية لا تعد كثير باشي يمنحها يكون له تداعية اقتصادية صحيح مفروض هالي كلها حيكون إلى كلفة على الاقتصادات بكل العالم عسعيد الشرق الأوسط اليوم كيف بتقدروا تعاجوا القضايا الاقتصادية كيف تعملوا تحييقات كيف بتسهموا بأعداد مواضيع اقتصادية أهم شي انت لقى من دوننا الإعلامي كلما دوينا على المشاكل الاجتماعية والإنسانية كلما ساعدنا أكتر أنه يوصل للمسؤولين ونقدر نحرك عندهم هيدا الهم يلي هو لازم يكون هاجز لألون ليس فقط السياسي والأمن يعني ما يتعلق بسوريا بالمجتمع السوري عم نحكي كشعب سوري أو بالعراق أو حتى بمصر أو حتى باليمن أو حتى بأي بلد بالعالم نحنا مفروض كأعلم مش بس بلبنان ولا فقط اقتصاد مفروض كل الإعلام يكوني مركز أكتر على الأضايا الإنسانية لأنه اللي عم بيصير من جوع وفقر وبطالة وجرائم حتى مش مسموح نحنا نقدر بس نرجع نشوفها بهيدا الزمن مفروض يكون في عنا علاجات سياسات استراتيجيات طويلة الأمد لأنه فعلا إنسان وبالأخص للمجتمع بيدفع تمن السياسات الكبيرة يعني مش هو لا بيقرر ولا بيقدر يرفض أو يقبل أي حلول أو أي سياسات معينة فهو عطول بيدفع تمن هو كبش المحرقة وبعدنا يعني لحديث هلأ من لقي أخبار النزوح عبر الشاطئ النزوح المائي من سوريا باتجاه أوروبا وقدرش في حالية غرق يعني مبارح كيفي عنا حالية غرق هايدي نحنا كل ما ضوين عليها كل ما تفعلنا معها وكتبناها بطريقة توصل للقارئ للمسؤول لأي صانع قرار نحنا ميكون عم نساعد بطريقة مباشرة نعم عصعيد مثلا الدول التي يعني اليوم بعم تعيش تحت وطأة الحروب مثل سوريا والعراق كيف عم تقدروا ترجموا اقتصادهم يعني مثلا إذا هلأ بدنا نعمل لنظرة سريعة للوضع بسوريا منلاقي في كتير عصعيد الاقتصاد ليس فقط البيئة يعني ننتجة الحروب والملوسات التقنين الكهربائي أو انقطاع الكهرباء بشكل دائم ومتواصل قلة الماء أو حتى إذا كان فيه ماء يمكن يكون شوي ملوسة يعني فيه مشاكل الصرف الصحي هيدا اقتصاد هيدا بأسر عكتير من الاقتصاد الصور صحيح نحن عم نحكي عن اقتصاد حرب نشأ بموازات الاقتصاد الصورية اللي كان عم بحاول ينفتح ويفوت على السوق بشكل بيشبه ربما اقتصاد لبنان واقتصاديات الحرة نضرب هيدا الاقتصاد بأسباب الأسباب متعددة وصار مقفل صار فيه اقتصاد حرب صار فيه عنده نواقص على صعيد المواردات ومنافسات يعني صار عنده مشاكل بالغاز بتوريد الخدمات للمواطن يعني متل ما زكارتي حضرت كهرباء مي غاز حتى على صعيد التعامل المصرفي اللي الإنسان من عملتها زمن ما بيقدر ما يكون عنده علاقة مع الماك يعني صار فيه خلل كتير بدور كبير بدورة الاقتصادية طالت حتى الليرة السورية اللي فقدت كتير من عملتها وهو اللي كلهم بأسروا على أسعار الاستهلاك يعني السلعة اللي عم يشريها المواطن بيكون حقا تنقول الليرتين السورية صار حقا عشرة وعشرين وخمسة وعشرين ليرة هدا كله بأسر على المعيشة من هيك بزيد أحوال الفقر من هيك بصير الإنسان يضطر بدل ما يقدر يجيب كهرباء من الدولة بسعر مدعوم بيطار يجيب كهرباء من قطاع خاص بسعر أغلى متل ما كمين نحنا الحالي عشناها وعبرنا بمحلات عم نمرق فيها فهيدا اقتصاد تغير نقل من حالي لحالي نحنا منتابع منضوع لأشياء منعتبرها مهمة نحنا كموقع معنا بعد أنه نقدر نبعت ميدانيا نتابع ونعمل تحقيقات ولكن نحنا بإختيارنا للأخبار لأنه بيطلع كم كبير من الأخبار ما فينا كله نحطها لأنه الإنسان بده يستوعب بالأخص نحنا موقع إلكتروني وتطبيق يعني اللي عم بيقرانه على التليفون ما عنده محل كتير أو مطولات كبيرة سو نحنا بنختار الأخبار المفيدة اللي لازم توصل ومنصيغها بطريقة سهلة لأنه عم نقاني اقتصاد حتى توصل نعم يوم قلتي لي أنه كنتوا كتبين عامين تحقيق عن اقتصاد بالدورة الفلسطينية صحيح هيدا كمان مهم شو تناولتوا فيه شو الحيثيات اللي حكيتوا عننا نحنا حكينا عن تأثير الحصار الإسرائيلي على النمو الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة وبالضافة الغربية مفروض نتابع نحنا على الأخبار لأنه بتعطي فكرة قديش السياسة بتأثر على الاقتصاد يعني لو ما كان بفلسطين عندهم هالحصار الإسرائيلي كان عندهم اقتصاد ينمو بشكل جيد أكتر لأنه عنده مكونات النمو عنده كتير غنية يعني عنده السربية طبيعية عنده سياحة يعني عندهم ميزات كان بقدروا يستفيدوا منها لو ما كان السياسة هي معاوقة أولى للاقتصاد حكيت شيء أساسي ومهم بمستهل حديثك وقلت أنه دايماً مسئولية هي ليست فقط على الدولة المسئولية هي من المجتمع تنطلق صحيح وين هون يعني أين تكمن المسئولية المجتمعية في موضوع الاقتصادي والمسئولية اللي كمينة أنتو عم تقوموا فيها تحديدكم من خلال موقعكم الاقتصادي نحنا انطلاعاً من الأزمات اللي عم بتتسير لقينا أنه في حاجة للمسئولية الاجتماعية اللي هي بديت أحد الحلول لحل الأزمات يعني حتى الحكومات بالخارج عم تدفع المجتمع وتحديداً الكتاع الخاص أنه يذهب بإتجاه المسئولية الاجتماعية ليساعد بحل أزمات كثيرة من هيك نحنا كموقع وكشركة فرس بروتوكول من نظم حفل توزيع جوائز السوشيال إيكونوميك أورد يلي هو برمزيتها هالجوائز هي تعني وتعرف أكتر بمفهوم المسئولية الاجتماعية وتدفع الشركات والمصارف اللي بتطلع ربح من هالمجتمع أنه ترده بطريقة غير مباشرة يعني كل ما ساعد بانك بتحسين البيئة بتشجير ربما بتوزيف المرأة تنكين المرأة بتنمية الأريف والمناطق الريفية البعيدة بتخفيف معدلات البطالة بالحفاظ على التقاليد التقاليد المجتمعية اللي إلا قيمتها عم نحكي هيدا كله مسئولية اجتماعية نحنا منحاول نعرف أكتر عنا ندفع أكتر بإتجاهها لأنه هي فعلا هي الأساس وهي اللي بقيت تساعد هالمجتمع بكل أزماته وانطلاء من هون يعني احنا شفنا الحاجة كمان كبيرة بالمنطقة يعني ليس فقط في لبنان وفي الدول التي تعاني يعني نحنا عم نستعد هلأ كشركة فرست بروتوكول أنه هيدا الحفل نعمل نسخة منه بسلطنة عمان بمسقط وعم بأبرست وعمنا عم نشتغيل صحيح بأبرست يكون الحفل رح يكون هونيكي بيشمل كل الدول المطلة على المتوسط رح يكون إيستمد سيا سايبرس فإذا نحنا عم نحكي عن حالة عم بتعمل كل العالم ولازم المسئولية الاجتماعية تكون هي أحد الحلول أو أحد الأبواب نحو طلقات فرج بيتنفس فيها المجتمع ومن أزماته ومن معاناته يلي الحكومات ما فيها بقى تساعده يعني كل اللي عندنا عزوزات من هون بتحسي أنه وقتا بين حكي أنه الإعلام هو نعمة أو نقمة أحيانا فعلا يعني الإعلام هو بيكون نعمة لأنه يفتح أفاق جديدة بيفتح النبواب ممكن كانت مغلقة بصير منفتحة أمامنا على مختلف الصات صحيح الإعلام سلطة رابعة مهما قلتها ومهما فقط من احترافيته ومهنيته أنا كثير عتماني وزعلاني على الوضع لأنه نحن ما تعودنا بلبنان يكون عنا إعلام مونحرف لهذه الدرجة عم بقولها بكل صراحة عم بعمل قطوك بتيك يعني انتقاد ذاتي أنا إعلامية من سنوات طويلة وكثير بعز علي أنه الإعلام في لبنان ينحرف عن هويته ويغيرها نحن عنا دور مثل ما قلنا نحن السلطة رابعة نحن معنا أسلاح سوحدين يام نستعملوا بمجال الخير ومن أجل خدمة المجتمع وهيدي هي الرسالة التي نحن تعلمناها بالجامعة ونحن عنا دستور كمان للمهنة عنا أخلاق إعلامية هيدي كمان أساسية بدستورنا فأنا بتمنى أنه كل الإعلام يرجع لصوابه يبطل مرتهن لقضايا لأموال لأشخاص السياسات معينة كمان صحيح لأنه هولي كلهم بيودونا لوجهة تانية نحن إعلام المجتمع إعلام الفقير إعلام الحق إعلام الضمير نحن هيدا تعودنا على الإعلام في لبنان وإن شاء الله يعني بتمنى أنه الكل يرجع لنقدر نستخدم هالسلاح بما يفيد المجتمع والبلد لأنه بالنهاية هيدا بلدنا وكلما نحن خربنا فيه نحن عم ننقذع فإنه نحن عليزم نشتغل لأولادنا إذا حبا يعني نبقى تنقدر نحافظ على بلدنا وعلى أكتصادنا وعلى إعلامنا أكيد عملتوا تحقيقات وموضوعات مختلفة يمكن بتخص موضيع الفقر والبطالة والناس بينهم وتحت الجسور والناس اللي بيفتشوا على قمة عيشهم بين مكبات النفايات يعني بسمح لحالي وبقولها يعني الصورة كتير مأساوية اشتغلتوا على هيدا القضايا فيولاياتنا هايك بكتير تحقيقات نحن عطول نشتغل وأنا عطول حتى من بداية رسالة الإعلامية أنا معروف عن حتى بالمجال الاقتصادي أنه أنا صوت الفقير صوت الضعفاء صوت الذين ما حدا بيحكي عنهم ما حدا بيسمعهم ما حدا بيطلع فيهم هذا الشعار لصحيح تستفير يلي منتأسف أنه أقفلت صحيح لأزمة مالية ولكن خسرنا أحد عضاء الأسرة الإعلامية في لبنان أنا عطول بالاقتصاد بحاول أنسن الاقتصاد وبحاول رده لمفهومه المجتمعي لأنه هو الاقتصاد هو صورة عن هالمجتمع قديش هو بخير بيعكس صورة جيدة وبيعكس اقتصاد في نمو في حركة في انتعاش وقديش هو عم بيعاني وعنده مشاكل أكيد رح يكون اقتصاده غير جيد ومصحة منتكسة أنا عطول الحس الاجتماعي عندي شوي حساس ربما بيعود لشخصيتي لإيماني ربما لانتمائي الطائفي هذا كله بعزده لحيمتيا ومؤتمني على ترجمتها بألمك ما بيقدر الواحد يكون خارج حاله خارج نفسه أنا بيئة بنتها البيئة أنا بنتها المجتمع مفروض أنا أشتغل لها المجتمع يعني بتذكر مرة كنت أحد بك بس على أحد الحلقات التلفزيونية وكنا عم نحكي عن موضوع الفقر في لبنان وحاتين ربورتاجات وطلبت أنا يفتحوا لها ولا أنا بحب إسمع الناس بحب أتحسس معاناة الناس بتلفن أحد الأشخاص وعنده مشكلة بده يفوت أمه على المستشفى ومش قادر ناطرا هي للجنس ما في مصاري لأنه بدي حد ديبوزيت معي فطلبت أنا من الوزير على الهواء أنه يسمحوا بهالحال لأنه كان إلا خمسة عشر يوم مرة كبيرة ناطرا تعمل عملية تكسر بإشرة بتتركي بروتس طلبت من الوزير وكان الوزير محمد خليفة ووزير صحة وللأمانة بس تقول الإعلام قديش الإعلام بيقدر يأثر بقضايا معينة تاني يوم نعملت العملية يعني كان موافقة من الضمان الاجتماعي والوزير وصم مباشرة ونعملت العملية لأمرأة بعد خمسة عشر يوم عريب مستشفى كانت ناطرا فأنا بقول أنه الإعلام مسؤولية يعني نحنا حملناها وعندنا مجتمع ولازم إذا نحنا ما دفشنا في هالأمور وما ضوينا عليها وما حاولنا نعالجها نحنا أيام نطرح المشكلة ولكن كمية أيام نطرح الحلول نحنا منساعد المسؤول لأنه المسؤول هو من هالمجتمع ما إجه من المريخ وعنده حلول سحرية نحنا لازم كعالميين اقتصاديين نطرح المشكلة ننتقد ولكن أيضا نطرح نفتح باب الحلول نساعد نوحي بحلول معينة أو اكتراحات معينة نساعد فيها المسؤولين وليس فقد الانتقاد أو ننوي على مشكلة دون جدوى لأنه بيكون عملنا راح مبعد مبعد اسمه رسالة مبعد فعلا يصب بهدفه فيالات بكل الندوات أو المؤتمرات اللي بتشارك فيها حتى بالحفلات التكريمية اللي عم تعملوها أنتو كموقع يعني تحتى تحسوا الناس على ما يسمى اليوم بالمسؤولية المجتمعية والاجتماعية بتنقل قضايا الاقتصاد في لبنان هموم اللبنانيين على الصعيد الاقتصادي هموم المشرقيين على الصعيد الاقتصادي شو بتسمعي من الناس هيك يا أصداء لما بتحكي بهيك قضايا فالناس حاسة بالمشاكل اللي عم بتعيش فيها وربما أيام بدي لفتة لتركز أكتر أو تنتبه أكتر يعني نحنا بهالفوضى اللي عايشين فيها بالمنطقة حروب وغبار الدم هالمشهد البشع اللي عم نعيشه أيام الإنسان هو بنهي إنسان يعني بيسهى عنه مشهد معين أو لفت معينة نحنا عم نحاول بهالمسؤولية الاجتماعيين يقول إنه كل إنسان عنده دور نحنا عم نحاول ننشد لنا يعني هو الإنسان بيعرف وبالفطرة خلقان بيساعد هلا قلب بيساعد أكيد هيدا بيكون شوي بس الإنسان ربنا خلقه بحالة خير بيساعد ونحنا عم نحاول بس نذكره إنه هنا في حالة بحاجة لمساعدة مساعدة يمكن تكون كلمة يمكن تكون دعم يمكن تكون موسط بالضروري لمساعدة مادية يمكن تكون تمكين المرأة ليس فقط بيكون بالمساعدة المادية، لما بتعطيها معنويات للمرأة، لما بتطيقية تعمل دورة للمرأة، بتكون فعلاً بتعبي الكادر يلي هي بتكون فيه نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع، وربما أكثر. تحس إنها مصانية ومحترمة من الآخر. صحيح، صحيح، وبتكون منتجة أكتر لما بتكون محفزة لما بتكون مرتاحة مورالما يعني معنوياً، بتكون حدا مدعومة حيث حالة من أسرتها، من زوجها، من أولادها، أكيد بتكون عم تعطي أكتر، وهيدا دورة هو مكمل لدور الرجل بالمجتمع، فنحن لما من نضبط المرأة ومنحطها بمحال بعيد عن الإنتاج، بكون نحن عم نعطل دورة الاقتصاد لأنه المرأة أهم من الرجل بالعمل، لما بتاخد مسؤولية تشتغل. حلو هكذا، هل أبدو نزعلهم هني كذلك؟ لا لا لا، مش تحيوزوا، هن الرجال بيعرفوا أكتر، المرأة جدية أكتر، وفيها تتعب أكتر، فيها توازب أكتر، هذا موضوعي أكتر، وبتخدع بجدية أكتر المسؤولية اللي فيها وبتنجح فيها. نعم، شو الكلمة هيك اللي بتختمي فيها اليوم، نور جديد بتبشر فيها المشاهدين غير الحفلة اللي اللي سوف تقام بعمان وبأبرص أيضا، شوفي جديد اليوم بموقعكم الاقتصادي، خصوصا بعد انطلقته من ثلاث سنين لغاية اليوم؟ أنا بدي أقول أنه هاتلت سنين اللي مرأت علينا كما مرت على المجتمع اللبناني وعلى المجتمع العربي وعلى المجتمع الدولي، كلها مشاكل، كلها معارك، كلها عملية إرهاب وتفجيرات، أنا بيتمنى أنه نحنا كأعلم ننتقل مع الحالة السياسية الجديدة اللي بنتأمل تكون قريبة لحالة تانية، أنا بكرة بحب أنه تكون قريبة فترة قاعدة أعمار سوريا لأنه نحنا نواكب هالمرحلة اللي هي مليئة بالحركة الاقتصادية اللي بتوعد بفرص عمل كثيرة، بحركة أموال من سوريا وإليها باستثمارات روح وفيجي، وأكيد لبنان عنده دور هون إنه يكون البوابة لمرور هالشركات من لبنان على سوريا من أجل مرحلة قاعدة الأعمار. أنا بيتمنى ننقل الاقتصاد اللي عم نعالجه هلأ من أسود لأبيض يكون فيه لما فيه خير هالمجتمع، لما فيه خير اقتصادات هالمجتمعات وأنتي عاشها. وبتأمل أنه المسؤولية الاجتماعية اللي هي صارت مسؤوليتنا يعني إلى حد ما صحيح بس نحنا أخدناها كرسالة وعنوان لمهمتنا إنه كمان نقدر نعممها أكتر ونوزعها أكتر لأنه الإفادة منا كبيرة والكل بيستفيد معا يلي عم يعطي ويلي عم يأخد مش بس اللي عم يأخد. فأنا المسؤولية الاجتماعية هي عم مان كبير بتأمل إنه بالمرحلة المقبلة نكون عنا شغل أكتر عليها ونكون أكتر سهمنا بتعريفها وبموايكبتها لأنه فعلا هي ربما بصيص نور لخلاص ولكن خلاص والشيك وأكيد. نعم أنا كمان بدي أشكرك على حضورك معنا وكمان بضم صوتي لصوتك وبطالب كمان من أجل تفعيل الاقتصاد باللبنان كمان أنا يردت يصار إلى العمل بواتيرة متسارعة ويتم فتح مطار لألايعات بمحافظة عكار لأنه بتستحق إنه هالمطار إنه بدل ما تكون أبوابه مغلقة إنه كمان يصير مفتوح أمام المسافرين وهيدا بيعطيه حركة اقتصادية مرور وذهب من محافظة عكار من نوعش المنطقة صحيح فرص عمل يعني في عنا مجال يكون عنا مطار بشمال ومطار بريئ كمان بالبقاع وما في بلد حتى بلد عربي عنده مطار واحد إلى لبنان فبتأمل إنه ما يكون فيه مركزية بكل المركزية الإدارية مهمة يريد منطبقة لأنه كتير بتساعده وبتحلحي العقاد اقتصادية وبتريح المواطن وبتخفف له كل فيه صحيح لأنه منعك حق لا أنا بدي أشكريك وبتمانيلي كل التوفيق زميلتنا فيولات فعلا على هالعمل حلو اللي عم تقومي فيه إن شاء الله هالتكريمات التي سوف تقام بأكتر من دولة تكون حملة إنجازات اقتصادية واجتماعية على مختلف أصاد مشاهدينا متوقف نحن بيكون أيضا مع بريك ومسا ما نعود إلى متابعة نور جديد موسيقى 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 موسيقى